أو الحياة يمكن ربنا مش بس 60-70% ربنا بيملال أكتر من المية في المية بتاعتنا يعني بيدي ويشبع ويسند ويغفر ويسامح ويحتضن ويحتوي في الكسرة زي ما احنا بقول حتى لو الواحد وقع فبيلاقي ربنا معاه وفي الحالة دي لما بكون مليان زي ما حضرتك قلت بالتالي بقى ده ردي قبل ما بدور أن أنا أخذ طيب فكرة بقى استمارة الروح القدسة اللي بيتكلم عنها هنا أنها تكون موجودة في تعاملتنا إزاي تعامل مع اللي قدامي بلطف إزاي أشفق على اللي قدامي يعني ربنا دايماً شفوق علينا وبيتحملنا يعني إحنا بنعمل كتير لو فكرنا على إحنا أن نستهله بنستهلش رحمة ربنا وغفرانه لنا لكن دي محبته كبير إحنا ما بنعرفش نعمل كده مع بعض والبعض ليه رغم أننا واخدين النعمة كتير بنقسها على بعض واخدين النعمة ولا بدي أخدها كل يوم أنا بحيب أقول بني أخدها كل يوم عشان أنا مش بأخدها كل يوم مش هتشتغل استمرارية استمرارية فأنا كل يوم لي قبل علاقتي مع أمراتي وقت مع ربنا وهكمل بعد ده يعني أنا دايماً بأكد على الحتة دي إن أنا لو مش بأخد من كل يوم يعني محدش يقولي أنا أخدت زيت الميرون وروح القدس في سر الميرون زمان وانا صغير أيوة ده تنشين تنشين للإناء بس الإناء ده محتاج يمتلق يومياً يعني بنصلي في صلاة الساعة الثالثة وفي نص الليل أيها الملك السمائي روح الحق هلوم تفضل وحل فينا تعالى كل يوم مرتين تمام فده أصل أنا بأخد النعمة كل يوم ونكمل بقى استمرارية الملك استمرارية إن أنا بمتلق بالروح القدس أكمل بقى على ده هل ده يكفي لعلاقة سليمة؟ لا لكن ده يديني الإمكانية لعلاقة سليمة زي بالزبط مثلاً لو قلت لحدك حالك بتشغلي مزيعة في قناة وأكيد بتبضي مبلغ كويس جداً لو قلت لك اشترلنا طيارة صعب جداً صح؟ طيب لو قلت لك خدي خمسة مليون دولار واشتري طيارة خمسة مليون دولار ده إمكانية تكفي إن أنا أشتري طيارة بس في شغل كتير عليك أنت هتدواري وتشوفي أحسن حاجة إيه وتشوفي الورق اللي تعمل إزاي صح؟ فإحنا بنتحرك لكن الإمكانية بأخدها من الله فأنا لما بأخد وقت مع الله بيديني الإمكانية وده لا يعني إن أنا خلاص بقيت شفوق ومحبه لا خالص أنا هشتغل أنا هعمل أكشن بس الأكشن ده لو ما فيش الباور هيصبح استحالة طيب أحنا برضو أنا عايزة الحاجة لا بالضبط أنا هعمل إيه عشان اختلفنا مع بعض فأنا غضبت فخلصت فقط عصابي وصوابي فبدأت بالرد فبقى فيه غلط بقى فيه مش لازم بين الزوجين بس برضو هرجع كرر الشتيمة الإهانة الحاجات بقى اللي ما بتتنسيش يعني فيه واحد ممكن يقعد بالنسبة له طيب أنا سمحت بس كل شوية كأنه ما جروحه حد بيضغط على جرحه فإزاي ما وجعش اللي قدامي بالشكل ده ويكون عندي الشفقة واللطف وطول البال على اللي قدامي فأحدك تتكلمت في كذا حاجة لو فيه جروح قديمة دي محتاجة شفة ودي يعني التعامل الجديد مش هيشل القديم لأ أنا أقصد إن إحنا باللي إحنا بنعمله ده بنسبب جرح وحيستمر مع الشخص طيب أول جزء في الآية أنا هروح للنقطة الآية يعني استحالة أو حتى في الآية دي لما كانت بيتكلم عن الكنيسة استحالة أن الكنيسة تتحد للرأي لأن لو اتحدنا في الرأي هيبقى لو إحنا لدينا نفس الفكر ونفس الرأي ونفس كل حاجة هيبقى فيش كنيسة الكنيسة هي أعضاء مختلفة لو كلها بقت نفس العضو المتكرر مش هيبقى فيه جسد أصلا صح؟ ونفس الفكرة في الجواز الجواز الزوج والزوجة بيكملوا بعض بيكملوا بعض معناها أن أنا عندي نقص معين في حياتي أو شيء مش مكتمل والزوجة عندها شيء مش مكتمل وإحنا الاثنين لما بنتعشق في بعض بنعمل واحد صحيح فلو إحنا الاثنين زي بعض هيبقى فيه حاجة غلط في الجواز وهبقى مش بحبها هبقى بحب نفسي فيها لو هي لها نفسي فكري هبقى أنا مش مقدرها هبقى أنا مش مقعجب بيها هبقى أنا بحب فكري فيها فما فيش حب لو لنزع بعض مش بسمح لها تختلف أصلا مفيش حب لو نزع بعض الحب يظهر أول ما نبقى إحنا مختلفين يبقى فيه مجال للحب أنا بحب شخص مختلف عني فأنا مقدره وأنا شايفه فكونوا متحد الرأي تحصل إزاي؟ تحصل بالآل تكلمنا عليها من شوية اللي هي أنا آسف الأهول بقية تانية في الرمية تكلم على الوحدة في الرأي برضه بيقول إنه ليعطيكم الله الصبر والتعزي أن تهتموا اهتماما واحدا ده اللي يعمل الاتحاد للرأي مثلا أنا عايز إن بيتي يبقى فيه سلام ومراتي عايزة إن بيتي يبقى فيه سلام أنا عملت موقف مع حد من صحابنا في البيت الموقف ده عمل مشكلة معينة فرقم واحد إحنا لتنين متحدين للرأي بنتكلم في الاتفاق فأول ما نقعد نتكلم هقول لها أنا عايز إن بيتنا يكون فيه سلام وهي تقول لي أنا كمان عايزة بيتنا يكون فيه سلام فبنتفق على الهدف قبل ما نخش في التفاصيل احنا دايما الناس بتنزلق للتفاصيل بالزبط لما بنزلق للتفاصيل غالبا بديني لآخر طريق التنفيذ الهدف بتاخدنا أكتر من الهدف نفسي أنا ممكن أقول لها بقى أنا قلت كده عشان أنا عايز يحصل كده عشان فلان ده بيعمل كذا تقول لي لا أنا مفهمتش كده أنت قلت كده عشان أنت عايز تحرجني قدام الناس لا طبعا أحرجك ليه قدام الناس يعني أن احنا نتفق مع بعض على الهدف أن تهتموا اهتماما وحيدا وهنا كانوا يتكلموا على الكنيسة بيقول لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفسه وحده وفهمه واحد فهدف الكنيسة مفترض أن احنا كلنا نمجد ربنا نعلي اسمه في الأرض احنا شعبه وجنوده نعلي اسمه فاحنا متفقين كده أحيانا في الخدمة بنعمل حاجات مش في نفس السك حد يعمل حاجة وحد يعمل حاجة أنا شايف أن احنا لازم نروح ناخدم خدمة روحية بيقول لك أنت مش مهتم بالفقراء وأنا بيقول لك أنت مش مهتم بخلاص الناس ممكن نيجي في وقت نتخانق مع بعض بس لو جينا وقفنا وقلنا احنا عايزين نمجد ربنا يسوع المسيح وهو بيعمل لحاجتين وإحنا أعضاء جسد انت هتعمل ده وأنا هعمل ده بس احنا لنا اهتمام واحد نحنا هنمجد ربنا يسوع المسيح وهنعمل اللي هو عايز نعمله في الأرض تمام يعني نكون متحدين في الرأي مش معناها لنا نكون شبه بعضه في كل حاجة تكون قراءنا واحدة فيش حد فينا يحب نفسه في الآخر لكن في الآخر نتفق على هدف واحد أنا يعني بقول يا رب الكل النهاردة ممكن نفتح رسالة معلمنا بطرس ونشوف الأصحاح الثالث ونقرأه من أوله ونشوف الدستور أو القوانين مش بمعنى قانونين الزامية لكن هتساعدنا كتير قوي أن حياتنا يكون فيها سلام وتكون أفضل ساعدت جدا موجود حضرتك معي أستاذ أمير وحيد الخادم شكرا